السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة سويت لايف اول شي خلونا نصلي على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كيفكم ان شاء الله كلكم تكونوا بخير ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد شايفين وين احنا طلعين وين وين رايحين يلا حزر فزر رايحين على معارض بيع الاجهزة الكهربائية والتدفئة بدنا نشوف انه اشي يدفينا بهالشتاء لانه عن جد الجو بارد جماعة موت 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 طبيعي طبعا الله يعين كل الناس اللي ما عندها تدفئة واللي سكنين بخيام او سكنين بمناطق ابرد منا بكثير او ما عندهم وسائل تدفئة الله يعينهم وان شاء الله ربنا بفرجها على الجميع فعن الجو صراحة كثير برد منطقتنا باردة باردة وزي ما بيحكوا اهل اول البرد بقص المصوار عن جد البرد عندنا موت طبيعي البرد سبب كل عليا كل الامراض بتكون بسبب البرد فعن جد الله يفرجها على الجميع ان شاء الله فهنا بدنا ندور على اشي يدفينا بهالشتاء يا صوبة كاز صوبة غاز او مكيف بس احنا كنا ضد فكرة صوبة الكاز والكهرباء والغاز طبعا انا عندي صوبة كهرباء شفتوها صغيرة هاي ما بتدفي يعني اه الجو اللي عنا اه فبدنا نجيب صوبة كهرباء اه تكون اكبر حاولنا لفينا وهيك ما عجبني اشي وصوبة كاز انا كانت عندي السنوات الماضية عندي صوبة كاز اه بس صراحة كثير كانت ذايقني ريحتها وصار معي يعني اختناق ريحة الكاز المطبيعية فحكيت خلص بنلغي فكرة الكاز معينها كثير دافية خاصة بالشتة تحطي هيك خبزة مع كاز الشاي بمرامية غير شكل بس انا حكيت خلص ما بدي لاني اخترقتي كثير من الريحة احنا دورنا مكيفات وما لقينا بسعر كويس بعدين صاحب زوجي حكاله في عندي اه منفس الشركة عروض الجمعة البيضاء كانت وقتها فحكي باخذوكم اياه بسعر الممتاز سعر الجملة يعني سعر الشركة فالحمدلله جبنا عن طريقه يعني المكيف وكان نوعيته ممتازة هون روحنا البيت واجبنا المكيف وايجا الزلمة وشوف العدية يا جماعة شايفين العدية بيتي صار ورشة اتحول بيتي لورشة عن جد مطبيعية كان يا حبيبي على الشغل شايفين يا جماعة كمية التراب مطبيعية شايفين كيف هون كمان وصاف هون تراب مليان فالله المستعان هس راح ندفه كلياته معاكم شايفين هون كمان العزقى ديكم معي عشان ننظف هاي الاشياء كلياته ونرجع الغرفة زي ما كانت وهيك بنحكي بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ المعركة زي ما انتوا شايفين كمية التراب يا جماعة مطبيعية شايفين قداش تراب اشي مطبيعي خاص هاي الجهة اللي ركبوا فيها المكيف كانت كلها تراب طبعا انا اهم اشي قبل ما ابلش شلت البراويز الصغيرة حتى المسامير اللي حطي فيهم البراويز شلتهم شلت الساعة شلت الشاشة شلت البفات المرجحة حتى الطاولات الصغيرة والمناظر اللي عليها كله نقلته على غرفة ثانية خليت بس الاشياء الكبيرة مثلا الكورنار الطاولة اللي بالوسط لانهم بحتاجوها بحطوا عدة بحطوا فنجان قهوة او كاسد قهوة خليت اشي واحد والباقي كله رفعته بغرفة ثانية عشان ما يتعبى تراب ورغم هيك الغرفة صارت كلها تراب فبلشت اول شي اشيل من الارض كل القطع الكبيرة وبعدين جبت مكنسة الكهرباء وكنست كل الاطراف الحفاف الحفاف الحيطان كله كامل كنسته بالقطع الصغيرة اللي بالمكنسة بعدين جبت المكنسة الطويلة هاي زي ما انتو شايفين اللي اكتشفطه لتراب كله وبلشت اكنس طبعا المكنسة صارت مليانة تراب اضطريت بعد ما خلصت تكنيس فضيت المكنسة ونظفتها وضبيتها لانه كان التراب مليان زي ما انتو شايفين بعد ما خلصنا مكنسة الكهرباء بلشنا بالمكنسة العادية ويلا تكنيس تكنيس لانه الغرفة كانت كثير كمية تراب فلازم مرحلتين المرحلة الاولى نشفط الاشياء يعني عشان ما نختنق وانحنا بنكنس يطلع غبرة وهي كان شفطه كامل والباقي كله في التكنيس العادي الحمدلله يعني ما شميت ريحة غبرة كثيرة لا الحمدلله لانه ماكنسة الكهرباء حسها بتجمع كل الغبرة وما في كثير غبر بيكون الاشياء اللي بتكون اللي هي التراب العادي مش الغبرة وبعدين هون لميتهم بالمجرود طبعا اطرافي السجادة كلها رفعتها للنص وكنست كامل عشان ما يكون في اي تراب او اي قطع حجر لانه نزل كمان الحجر بتعرفوا لانه عمل حفرة بالجنب المكيف عشان يحط البربيش فكله نزل حجار صغيرة وهيكا فانتبهت لهاي الشغلة كنست كثير منيح وبعدين اجبت منففة الغبرة نفضت كل اشي موجود عندي بالغرفة كامل الاثريات عندي انا ثرية كبيرة وثرية صغيرة هيك او نواسة كمان نظفتها البرواز الكبير لاني ما نزلته صراحة فانظفته بعدين بلشت هون بمسح الحيطان يعني انا خلصت كل اشياء طبعا مون كله صورته معاكم في اشياء كثير عملتها لحالي وما صورتها فهون الحيطان عندي جبت الممسحة وبلشت امسح طبعا اخذ معاي تقريبا ثلاث اربع وجوه حتى نظف تماما يعني بعدين جبت فوطة صغيرة حطيت عليها دواء الغسيل تمام ولمعت الحيطان القريبة من ايدي شايفين بالفوطة العادي ومسحت مكان الشاشة هاي تاعت الشاشة مسحتها لانه كان كمية غبرة مطبيعية وكان فوقيها بقع سودة فكمان مسحتها ومسحت زرار الكهربا كله كامل شايفين هاي الجهة صارت بت المعلمة بعدين جبت الممسحة مسحت الارضية طبعا اربع خمس وجوه لما صارت مظيفة بت المعلمة طبعا لازم في مي سخنة وشوي من المعطر معطر الارضية اصب تطلع معاكم غير شكل بت المعلمة الارضية زي ما انتو شايفين طبعا انا رجعت مسحتها مرة ثانية بس انو يعني اخلص مرحلة مرحلة كان اهم اشي عندي مرحلة اللي فيها التراب هاي اخلصها بعدين باقي الغرفة فخلصت اول شي جهة المكية في الحط كاملة مسحتها يعني زبطتها خلتها مية بالمية بت المعلمة بعدين رجعت لباقي الغرفة هون عندي طاولة الوسط فضيت كل اللي عليها كان في قهوة وعملت لهم قهوة كان في قهوة شلت الورد اللي عليها وغسلت الفروق اللي لونه زهري كمان غسلته نشفته بالنشافع السريع الحمد لله يعني الاشياء كلها تنظفت صاربت المعلمة بعدين هون بلشت ارجع الاشياء رجعت المسامير رجعت البراويز بعد ما نظفتهم ولمعتهم وهون كمان طاولة الوسط انا شلتها بس ما صورت معاكم شلتها من الوسط وكنست السجادة كاملة وفرشيت السجاد وبعدين رجعت الطاولة فصار عندي كل شي بالمعلمة الحمد لله طبعا انا ما قدرت انزل البرادة اغسل وجوه المخدات تعوني الكورنر لانه كانت المي شبه بدها تنقطع واحنا المي بتيجي عندنا يوم الاثنين فحكيت خلاص يوم الاثنين بغسل البرادة وبغسل وجوه المخدات طبعا حتى الكورنر نفذته يعني ما تشوفوا انه ما نظفت معاكم لا نفذته انا بيني وبين حالي نفذته كامل من الغبرة والاتراب وكنست بكنست الكهرباء والحمد لله كل شي صار باللمع عن لمع وهنا رجعت المرجحة المرجحة زي ما حكيت لكم انا كنت شايليتها قبل ما يبلشوا فكانت نظيف ما فيها اي شي وهنا لمعت كمان الطاولات اللي صغيرة هاي ما اي ما ايجا عليها تراب فحكيت لا خلاص يلا نظافة ونظافة وهادول الكراسي اللي استخدموهم كمان كانوا كلهم تراب حطيتهم في البانيو فوراكتهم كثير كويس بعدين غسلتهم بيربيش الحمام يعني لما صاروا عندي نظاف بالمع ولمع شايفين كيف الصبونة لازم على كل الكرسي عشان تصير بتلمع لمع لانه كان كله تراب وهيكا الواحد خاص ما برتاح نفسيا اذا كان فيه تراب وبعدين شايفين كله اتغسل حتى المكنسة اللي استخدمتها المماسح كل اشي حطيته بالبانيو ونظفته طبعا كثير شغلات ما صورتها معاكم حبيت اصور لكم مقططفات بسيطة بعدين هون زوجية بده يحط اللمسة محمد العلاق اللي بنا نعلك فيها ريموت المكيف جد كان الشغل يا جماعة متعب كثير كثير وخلصت الحمد لله كل اشي ونمت تقريبا على ثلاثة او اربع الفجر لانه نمت من دون هز معي التعب هيك يا جماعة في اليوم الثاني وأخيرا خلصت ورجعت كل شي لما كانو ضبيت كل الاشياء ومساحت وكنست وغسلت يعني ماضل عندي شي ابدا الحمد لله رب العالمين طبعا ما قدرت اصور لكم جولي بالليل لانه كانت ساعة ثنتين او ثلاثة الفجر وكثير تعبت فحكيت خلص ثاني يوم بصور وهيك عندنا ثاني يوم زي ما انتم شايفين كل الغرفة انظيفة ما شاء الله رجعت تبتل معلمة شايفين ما شاء الله طبعا هذا الكتالوج مثلا على الدرجات او شو الحرارة المناسبة يستخدم الكتالوج يمشي عليه تمام وهي عندي الواجهة اللي فيها المكيف كنا حابين انه يكون مثلا هون فوق الشاشة او جنب الشاشة بس حكانا ما بيزبط لازم يكون على الطرف عشان اذا بنزل مايلا سمح الله ما تنزل على الشاشة ويخد تخرب الشاشة وهيكا فحكينا خاص مش مشكلة شايفين هيك ركبنا المكيف الحمد لله انا استخدمته يعني عن جد بيجنن كثير تافي الحمد لله رب العالمين عن نوعيته اكس بس هو مكتوب عليه برايم يعني نوعية برايم نوعيته 410 في 32 في 410 احنا لجبنا 410 شايفين هيك هي خلصت كل شي الحمد لله عن جد يا جماعة انها لكت انها التحيل مصبوط خلينا اقرب لكم من قريب شايفين هذا نوعيته اقرب لكم وهونا ركبنا كمان الريمونت جكبنا هيك طبعا بالسيليكون هو بنحط له مسامير هون زي ما انتو شايفين بس حكينا لا ما في داعي انه كمان نخزق الحيطان واشي حكينا لا خلص بنحطه بالسيليكون وبيثبت بالسيليكون شايفين هاي خليني اشغله طبعا قداش انا حطيته على حرارة 28 زي ما انتو شايفين تسعة وعشرين في ثلاثين هاي ثلاثين واحد وثلاثين يعني فيه اعلى بس احنا صراحة بنحطه على ثمانية وعشرين او تسعة وعشرين وكمان الواي فاي ان انتو تكونوا بر البيت اه اتشغلوا المكيف وانتو بر البيت يعني بس لازم يكون فيه نتب البيت اكيد وبس والله هاي الغرفة كاملة بعد ما خلصتها الحمدلله وكل شي تنظف وترتب والحمدلله رب العالمين خلصت لهون وصلت معاكم لنهاية الفيديو ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا ان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي ديروا بالكم وعا حالك تسبع لألف خير يا احلى عيلي في الدنيا السلام